قامت أجهزة الأمن الروسية عشية أمس بحملة مداهمة وتفتيش طالت مقر إقامة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني وأنصاره أوضحت الشرطة أن الإجراءات جاءت في سياق التحقيق في قضية انتهاك القواعد الصحية خلال المسيرات التي خرجت لدعم نافالني في الثالث والعشرين من يناير الجاري وقد أسفرت هذه العملية عن اعتقال الشقيق أليكسي نافالني والمحامية لبوف سوبول والناشطة الحقوقية ماريا الخينة أصبحنا شهوداً اليوم على قيام أفراد الأمن بعمليات تفتيش لمنازل موظفي مؤسسة مكفحة الفساد وبصفة محامية أؤكد أن هناك انتهاكات صريحة تمارسوا بحق المعتقلين من خلال حرمانهم من توكيل محامين للدفاع عنهم ونبقى في قضية نافالني حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الإدارة الجديدة تعتزم إعادة النظر في ممارسات روسيا الضارة وذلك فيما يخص استخدام الأسلحة الكيموية ومحاولة اغتيال أليكسي نافالني ما زال يذهلني حقاً مدى القلق وربما الخوف الذي تبديه الحكومة الروسية بسبب شخص واحد السيد نافالني نحن قلقون للغاية بشأن أمن نافالني الشخصي والمهم أن صوته هو صوت العديد من الروس ويجب أن يسمع لا أن يكتم ترجمة نانسي قنقر